كشفت هيئة النزاهة عن مصير الأموال التي سحبها نوفل العقوب قبل إقالته من منصبه محافظاً لنينوى. شكلت الهيئة فريق تحقيق عالي المستوى للتقصي والتحري عن معلومات قيامه بسحب مبالغ مخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة. وجد فريق التحقيق المبالغ في قاصات بمبنى المحافظة خلافاً للتعليمات المحاسبية والقوانين التي لم يتم إيداعها في المصارف. انتقل الفريق لأحد المصارف الحكومية بالمحافظة وتمكن من ضبط مبلغ خمسة مليارات دينار عراقي أو دعها رئيس قسم إدارة تهندسة الإدارة المحلية وموظفة ديوان المحافظة. الموظفان أعلم المصرف بأنه سيتم إيداع مبلغ ثمانية مليارات دينار أيضاً. انتقل الفريق إلى ديوان المحافظة وضبط أوليات المبلغ المودع لدى المصرف وأوليات سحب مبلغ 12 مليار دينار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثين وخمسين دينار مخصص لقسم التطوير الريفي. سحب مبلغ أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف وأربعمائة وخمسين دينار من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة. تم ضبط سبعة متهمين مكلفين بإدارة عدد من تشكيلات ديوان المحافظة مقربين من المحافظ الهارب. ملاكات المكتب ضبطت سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار نقداً لدى رئيس وعضو ليجان فتح وتحليل العطاءات لعدد من المشاريع. ومبلغ مليار وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون دينار وصكم بمبلغ أربعة وسبعين مليون دينار في قاصة رئيس قسم إدارة هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة. إضافة إلى مليار ومئتي مليون دينار في دار أحد المتهمين. كما تم أيضاً ضبط مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين واثنين وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار من الأموال العامة مدعاة في حسابات شخصية لعدد من موظفي محافظة نينوى خلافاً للتعليمات. وبينت الهيئة إن إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها تجاوز الستة وسبعين مليار دينار عراقي. نفذت عمليات الضبط بمجب مذكرة قضائية أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين والموظفين استناداً إلى أحكام المادة ثلاثمائة وخمسة عشر من قانون العقوبات العراقي. عرضت المحاضر والمتهمين والأموال على الهيئة القضائية في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى. قررت فرد ثلاث عشرة قضية جزائية عن كل مخالفة يجري التحقيق فيها وفقاً لأحكام المادة ثلاثمائة وأربعين من قانون العقوبات. إيداع المبالغ التي تم ضبطها لدى المصرف وإعلامه بوضع إشارة عدم التصرف لحين انتهاء التحقيق. أصدرت عدداً من مذكرات القبر والاستقدام بحق المتهم الهارب محافظ نينوى المقال وعدد من المتهمين ومنع سفرهم خارج العراق. ترجمة نانسي قنقر